النهاردة محمد صلاح قدام ويربرا هابتون عمل مباراة كبيرة وعظيمة ورائعة ما سجلش هدف بس عمل اتنين أسست رسمي هو المباراة خلصت تلاتة ليه ليفربول عمل اتنين أسست رسمي وعمل كورة كانت مفوت تبقى أسست بس حسبت في مرمى الخصم اللعب المدافع يعني جبها في مرمى وبالتالي ما تحسبش الأسست ليه محمد صلاح تعال نشوف زي نقول لكم محمد صلاح صنع عدفين خلال فوز ليفربول على ويربرا هابتون وكده صلاح رفع عدد تمريراته الحسيمة في تاريخ مشاركاته بالدولة الإنجليزي لتنين وستين صناعة ليحطم رقم الجزائري رياض محرز اللي صنع واحد وستين هدف مع ليستر سيتي ومنشستر سيتي وكده بقى محمد صلاح أكتر لاعب أفريكي بيصنع أهداف في البريميال ليج على مدار التاريخ طبعا هو هداف الأفريقى في البريميال ليج يعني دي خلصانة من بدر محمد صلاح كمان بيتصدر قائمة الهدفين الأفريقى في الدولة الإنجليزية برسيد 141 هدف متفوقا بفارق 30 هدف عن أكرم ملاحقي السنغالي سنوانيو وانا بقولك دي خلصانة من بدر يعني بعيد أول طيب حلوة دي كمان خلال مسير صلاح مع ليفربول شارك فيه 310 مباراة سجل خلالهم 188 هدف وصنع 78 هدف لا يتوقف ربنا يحفظه ربه يحميه أصبح ثاني لاعب في تاريخ الردز يصل إلى متين مساهمة أو أكثر متين مساهمة تهدفية بالدولة الإنجليزية بعد ستيفان جارد نجم الفريق السابق والمدرب الحالي للاتفاق السعودي توج محمد صلاح بجائزة رجل المباراة بعد تعلق وصناعته هدفين وتحويل تأخير ليفرب بهدف إلى فوز بسلاسة أهدف ترجمة نانسي قنقر